تحديد جنس الجنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مسألة الذكورة والعنوثة بالنسبة للجنين وقال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أتت بأنثى فقالوا هذا ممكن أنه يعني يكون من الأسباب التي الله عز وجل أذن بها وشرعها أو أباحها للناس من الأسباب التي أباحها للناس فالجمهور جمهور الفقه المعاصرين يقولون بجواز ذلك لكن الأفضل والأكمل تركه